بعد ما كانت تشكيلتي أقوى تشكيلة بإيفيتم الموبايل يا شباب لكن للأسف راحة التشكيلة وهسا عندنا هذه هي تشكيلتنا الجديدة اللي راح نبلش بيها سلسلة من الصفر تفتيح بقجات بيس موبايل أدري بعضكم راح يقول مصطفى راحة تشكيلتك القوية ما رد أكذب عليكم يا شباب الصراحة يعني فبكل بساطة حبيت أبدي سلسلة أو حساب جديد بيس موبايل ونبني الحساب هذا مع بعض الحساب موجود بس راح كتب بالصورة ممكن هكرت سويت ما أعرف يعني حتى بس تدخل على الفيديو يا صديقي في الله السلام عليكم هلو الله مش موبا حياكم الله مقطع جديد حلقة جديدة من بيس موبايل يالله مباشرة خلي نروح ونشوف شنو عندنا اليوم نروح ونشوف تشكيلتنا طبعا خلي نسحب هذي اللي عندنا هنا تخيلوا عندي صفر جي بي حاليا يا ولد اوكي تعال هنا راح نشوف كم راح يكون عندنا جي بي يا شباب كيف راح نبني التشكيلة اللي يبدي وياي من الصفر خلي يبدي ودائما شاركوني بانستجرام بتويتر تشكيلاتكم حتى أشوفها اوكي عندنا هنا شوية جي بي يا شباب اتكلم 15-13 جيد بناء تشكيلة نهائيا ما راح يكون سهل خلينا راح نشوف البكجات اللي عندنا طبعا عندي اليوم ألف كوينز راح نفتح بيها ما راح نفتح بكثر من ألف بالنسبة لبكجي الايكم مومنت اليوم يا شباب ما راح افتح به صراحة لان بس لاعب واحد هو اللي يستهق يعني تبتح على مودة اللي هو انيستا فمستحيل يح يجي لي انيستا اعتقد من 150 لاعب يجي انيستا واحد بالمية وخمسون يا شباب يعني مو حب بالمية واحد بالمية وخمسون فصعوب صعوب 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 ما اعتقد راح نقدر انجيبه باك جدل إلى كل أبيكة تلفقج لا ، لا هذا هو خط الوسط كل شي lugUD صحيح وهناك تفتيح مسارات مجانية وإلا شاء الله م communicating with speech 118 Apok هذا جدا سوف نجد تلك اليوم فين شاء الله سوف نبدأ ظهوم لمعرفة تفتيح تلفق , ولそれで نرى أول لعب 他 يوم гармof سوف نستفاد من Biogen 恩 cettei erg 70s في ذلك لنeler Ok , هل هناك لعب جيد والله اكو من نسلة تشكيلتي رح احتاج من هذولي هذا اهم بكيج اكيد اهم بكيج هو بكيج اليوم يا شباب اللي بي مبابي وفينيسو الجونيور يعني هذول اللاعبهم خرافيين اضافة الى بكيج الفينيشارز اللي بيه سلاح ليفا والدون وحتى عندنا الحكومة كارين بن زيمة فيا رب يا شباب اليوم نبني التشكيلة بقوة ان شاء الله من اول مقطع فاتوقع راح نبلش خلينا نبلش من خط الدفاع ها خليشوف هنا عندنا بالدفاع بإمكانوا ربع الخرقية قوي صح يا رب يجي نواaling منهم قلوبة الله يا الله بسم الله اول البكيج من بك جاءت اليوم روح يا حبيبي روح وعمشي خمس نجوم دوري 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 هولن لا لا اربع نجوم يشوف اول فتحة يا حبيب بش الا عليكم ترا يفيدنا اللاعب رغم انه اربع نجوم يفيدنا حسب من اللاعبين اللي عدتنا اكيد بس خليشوف تشكيلاتنا كيف راح تكون raus متعاقدوية 18 لاعب اليوم DID跟你 شاء الله 86 جيد الفتح الثانية خلي نخليها من مبابي وفنسة جونيور هذا البكيج الخرافي يا رب واحد من عدل الجين يعني مبابي وفيني ما عندنه مشكلة روح يا ولد ماكو دوري لا اوكي خمسة نجيد ارو الثانية سانية 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 جيد 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 حلو اللاعب حلو جناح أول جناح ينضبني التشكيل يا ولد فتحة والثمانين والله ممتاز يا شباب الفتح الثالثة راح تكون من بكيج اللي يبيه الدون كريستيانور رونالدو لا لادقني ماكو لا الله يستمبر ٥ يلا يا رب وعدنا ليفر كريا ليفا ترونيają يا شباب أعتقد ثاني أقوى لاعب بالبكج جيد 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 بالريد ثاني أقوى لاعب بالريد في فندوسكي 93 فنيش خرافي اجانا ونضمن التشكيلة اوه على بداية التشكيل الرهيل يلا نرجع نفتح واحد من الخطوط الدفاع يارب والريدة أكيد هو واحد من كبار المدافعين يارب هناك فراهن أسطوري دورها يلا والدوري لا يا ولد دوري تركي لا يا حبيب لا شنو هذا لاعب طراب زون السبور الخارس بالدوري التركي وثمان والله فينا with your mommy 待って أعني في الحق دم assassination لكن معناها همن avanzar بكube فتحتي من هذا الشباب يا رب الالسف يا فينيسيوس ليس معدود يا ريدي أريد العرض فأنتر dispon Om لأتي الـ جاء للoisاب و اتى هذا الحساب يا فينيسيوس جونيور هلا 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 فيني اوكي صار عدنا.. والله يا شباب شوية يعني التشكيلة صعدة رح نوزعوا بعدين بس لا تخافوا رح نضبطرنا تشكيلة خرافية بإذن الله فينيس يؤس ينضم للتشكيل ثلاث بكي جات عدنا من بكي جدون ونقول بسم الله يا الله يا رب اكيد اريد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي صلاح او رونالد واحد من عندهم لا جاني حكومة اه لا وبام يونج حكومة اوووووووووو يا هلب الحكومة يا هلب كل الهلب كريم كريم بنزيمة ينظم للتشكيلة صار عندنا اثنين قلوب هجوم بالفريق يا هم انتفتيح يا شباب اليوم يا هم انتفتيح طبعا اي لاعب رح يجيه ورح يدخل اردي للتشكيل افضل من اللاعبين اللي موجودين بالتشكيلة اكيد شوفوا نفتح اخر بكيج من بكيجات المدافعين ونقول يا رب اللي اريده يا شباب هو فاران اريد فاران او كولوباري فاران اريد فاران الصراحة رح يطير البكيج البركيج هاد رح يطير يا شباب اذا اجى او ما يجي فاران موجود او لا موجود او لا اوكي دوري انجليزي يا رب اوب 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 دوري فرنسي لا حظنا بالمدافعين تعبان حيال تعبان الصراحة اوه ساليب يا ساليبه صديقي اذا انت جديد على القناة اتمنى تشترك وتفعل زر التنبيهات اشترك بالقناة اشتنتظر الشاهد وما تشترك اوالا اوكي خلي نفتح بكيج من بكيجات هذي يعني هذي هذي بها امبابي وفينيسيوس وفينيسيوس وامبابي واحد منهم يارب مسكوا شي يا شباب جولي ثاني قولاعب وثالث قولاعب يعني مستحيل يجيلي اول قولاعب مستحيلة خلاص رح نسكر على هذا البكيج اخر بكيج من عنده يارب اللي ريده هو الامبابي يارب الله 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 لالالالالا ختمنا البكيج يا شباب ختمنا اغلق 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 ختم البكيج يا ولد كلاه أودkea�م وثالث اقوى لاعبين بالبكيج رسمياlledي يارب يا وفف اوف يا الممكن صار عندنا تلك قلوب هجوم بالفريق وفينيسيوس جنور وسانيع كلا هجوم فريق ما رح يتحول يا ولد شنو هذا الفريق اللي راح يكون اوكي عدنا بعبك جين يا شباب وعدنا 300 كوينز فاكيد عدنا بعض لاعب راح نفتح من اجل الدون من اجل كريستيانو رونالدو يلا يا الدون يا رب لا دولي فرع ينزل لا يا ولد لا 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 اوه ديابي هذا ها او ديفيد ها ديفيد يا شباب صح دافيد دافيد اي نعم لا 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 هذا اصلا راح يكون احتيارك مستحيل ينزل شوف طلعنا ثاني ورابع اقوى لاعب بالبكيج بقالنا الاول والثالث يا رب واحد من عندهم واشوفوا اذا راح دوري انجليزي خلاص هذا اخر بكيج راح انفتحه ماكو غيره اذا ما اجا الدون ما راح يجي يا ولد يا رب لا لا دوري برتغالي لا ما اجا كريستيانو رونالدو يا شباب ما اجا والله نونيز اوكي نونيز 85 مشكلة والله طيب عندنا قلبين دفاعي يا شباب اعتقد احنا بحاجة الى لاعب هسه فتوقع راح اشتري هذا الاربي اقوى لاعب من دولي هل اقدر اشتري لازم ثلاثة يا شباب من هذه العملة مو العملة الثالثة ثلاثة نجوب اوكي خلنا اشتري جو هارت يا شباب بما انه ما عندنا حارس مرمى خلنا نجيب جو هارت حارس مرمى فالعملة الثانية نقدر ندفعه هذه العملة تقدر تحصلها من تسجيل الدخول وهذه الامور و جو هارت رسميا يجينا الحارس لا بأس بي خلي يجري التشكيله لازم نضبط تشكيلتنا عندنا فتحة وحدة يا شباب يعني معقول اوكي خلي نشوف خط الوسط ما اريد فتح من ذاكي البكيج ذاكي البكيج يجينا لعبين عاهات كثير بس هنا ممكن اكون احتمالية يجينا لعبين جيدين والله هذا البكيج محتاجين واحد من عنده يعني مثلا ديونج برونو شالا نوغلو والله يا شباب حتى بايت بيرت فتوقع نقول يا رب يعني ما تدري يمكن يمكن يجينا لعب وسط لما عندنا لعبين وسط لا 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 دوري تركي يا ولد دوري تركي اوه كلها من مشكلة والله والله مشكلة ايش تلعب انت؟ رمف لا هو rw ولا هو rp يا شباب بس طاقته حلوة 85 نحن نسحب بي بي أو كيني و 50 الف جي بي نقدر نجي نشتري لاعبين ونضبط تشكيلتنا اول لاعب راح اطوره هو مفابي راح ارفع عنده التصويب يا شباب اوكي التصويب راح يصبح 86 ما مشكلة يالله بسم الله يالله جل وقت اللي نشوف به تشكيلتنا كيف راح تكون تعالي الحكومة تعال نونيز تعال ديفيد الثانية هسر حرتب يا شباب بس برولي شوية الفيني وانت تعالي التركي وهذا المباب لا ننسى المبابي تشكيلتنا عبارة عن مهاجمين اوكي عندنا ثلاث قلوب دفاع وهذا الحارس اوكي تردون الصراحة التشكيلة ما تمفع يا شباب والله ما تمفع لازم العب ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة لازم ضروري هالخطة اوكي توصلنا الى ثلاثة أربعة ثلاثة بس اشلور راح نوزعهم يعني فينيسيوس برولي هنا مبابي هنا ثانية هنا حولها بمكان مبابي اوكي اوكي هاي قلوب الدفاع وهذا الهجوم والله مشكلة خطتنا راح تكون مصيبة اوكي مثلا اذا حولناها ثلاثة واحد اربعة اثنين كيف راح تكون شباب بالنسبة لهذه الخطة انا شوف ان محتاجين ثلاثة لاعبين محور وصانعين العاب اثنينة او وسط اثنينة كون تشكيلتنا كاملة فلازم نجيب محور وسط اثنينة والله المحور ودي ودي بتونالي اذا شوف سعر تونالي تونالي راح يكلفنا اربعة وستين الف يلا مو مشكلة نجيبه باقينا وسط لاعبين تكون التشكيلة ممتازة ياهلا ياهلا بتونالي سترسل عين طاقة بالنسخ العادية تطور بشكل مهول بالنسبة للوسط عندي لاعبين بس يارب بيكونون رخاص اذا غالين والله مشكلة اللاعب الاول عندي كاما ذينجا تشوف كاما ذينجا كم سعر الولد فالفيردي 170 مليون لا مايفيدنا كاما ذينجا سعره معقول وحلو يلا اللاعب الثاني كنت مفكر ببيدري بس 96 مليون ما عندي هذا المبلغ تغيكم يا شباب اللاعب الثاني يكون قايا او اندري هيريرا اندري هيريرا تعرفون ليش ارخص بالسعر اوكي شوفوا التشكيله هسه تشكيله حلو وحيل حلوة التشكيله هسه تعتبر ممتازة ورهيبة كريم الزيما فنيسس جونيور خليتهم جنب بعض يا شباب عشان التناغم بيناتهم يكون عالي طبعا المدرب محسن مدرب بالتاريخ في 70 تقريبا 69 التى جونس تشكيله تعتبر لا بأس بيهم اوكي شباب رح نبحث على اول خصم اليوم ويا رب تكون التشكيله ممتازة تمت اتفتح على الق caps تشكيلها وتعلينا نفوس اوكي والله جابري تشكيله تتخصمي شباب ها غد نديا بس عندنا محمس سلح شبابرغ حارس يا ولد لا 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 اووووووووووووووووووووووه Large رض هدف اول هندير هليرة هو اللي سجدتنا القول جايب يلا كريم كريموووووووووو تويب نر يلا 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 ي اهلا يا فنيس ost يا مอriz33 اذهل تعرف الليفا ليفا ليفا يضرب والحكومة ع könnt باوrar 5 маш wielu السلام عليك انتهيت Cinnamon فعود اول مباراة من التشكيل الجديد ف Opera السلام عليكم